ضيفي من لندن ينضم إلينا من هناك السيد أشرف العادي المدير التنفيذي لشركة انتر ماركت ستراتيجي أشرف أهلا بك شكرا لانضمامك إلينا لنبدأ مع الجنيه الاسترليني الجنيه الاسترليني اليوم الواج انفليشن جروث جاء أعلى من المتوقع لكن الاسترليني ما زال على انخفاض وطبعا نترقب في وقت لاحق ما سيتم من الانفليشن ريبورت هيرينجز ما الذي تتوقع أن يأتي في ظل ما سنسمعه هذا اليوم هل سيكون إيجابي للاسترليني في رأيك نعم أهلا مساء الخير سيد ناصر نعم sweet spot العبارة التي يستعملها ليس فقط قائد البنك المركزي الانجليزي كارني ولكن وزير المالية وهي نحن وصلنا إلى المرحلة المفضلة للاسترليني لأنها تساعد البنك المركزي في تنزيل التي تساعد البنك المركزي في مشروع تنزيل تدخم الأسعار بدون اضطرار إلى رفع الفائدة وذلك يأتي بقوة الإسرليني ولكن من نفس الوقت هذه القوة ليست قوية جدا إلى مدى أنها تضغط على الصادرات ورأينا في الأسبوع اللي فات أنه أرقام تضخم لساتة تتجاوز يعني بريطانيا البلد الوحيد الذي تضخم يتجاوز هدف 2% اليوم نرى الإسرليني نازل ناصر لأنه على الرغم من أنه الأجور أتت زي ما توقع 2.5% نسبة البطالة سجلت أول ارتفاع من رقم كثير منخفض أعتقد 4.3% فردت فعل أنه شفنا الإسرليني نزل ولكن في الهيرنز في شهادات اليوم طبعا ما تعرف يعني كلما تضخم الأسعار يتجاوز الهدف لمدة 3 أشهر وللمدة 4 أشهر على التوالي في بريطانيا فلازم يكون فيه هناك كلام فأعتقد أنه أهم شيء أنه هل نسبة التضخم ستبقى على تجاوز نسبة الأجور وهذا هو السؤال والآن عم نقول نشوف نسبة الأجور 2.5% ونسبة الضخم 2.4% مش ورطة مش مشكلة فلا أعتقد أنه سيكون هناك أي هبوط تحت الدولار هو 37 في الإسرليني ولكن امتحان الدولار 43 من جديد تستبعده في ظل هذا الارتفاع الذي نشهده في البطالة لربما بعض الشيء لا أستبعده أعتقد أنه لسرح يمكن نشوف 43 وأعتقد أنه لن تنتهي طريق الهبوط في الدولار وأعتقد أنه يعني أيوة في الأسبوع الجاي يوم الأربعة الجاي يعني تكلمت عن شهادة البنك المركزي يعني مهم بس أهم إيشي أهم إيشي لرحية الأربعة الجاي في 28 آخر يوم الشهر هذا الأربعة الجاي وهذه ستكون أول شهادة أول appearance أول performance أول خطاب لباول مع الكونغرس مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب رحينا أسئله كثير أسئلة وذلك ماذا سيحدث لتوقعات ثلاثة رفعات الفائدة في العام هذا وما رأيه عن تصرف البنك التصرف وزارة المالية وتجاوزها في العجز ونحن نعرف يا ناصر لازم تقول هذه للمشاهدين أول محافظ بنك المركزي الأمريكي بدون شهادة الاقتصاد منذ السبعينات ولما تستبعد يلن ولما تستبعد فيشر نحيت 34 سنة من خبرة اقتصادية في وقت أنه في وقت كثير مهم لما العجز سيرتفع ولما العوائد المالية والعوائد السندات سرتفع إلى أعلى مستوى منذ أربعة سنين امتحان كبير بدون فعالية الاقتصاد يعني ترامب يحب أن يسجل سابقات كثيرة يعني بالتالي أفهم منك أشرف بأنه محضر اجتماع الفدرالي الذي كان اجتماع الأخير ليالن والذي سيصدر لاحقا اليوم لن يكون له أثر كبير في رأيك بانتظار الأسواق لشهادة باول الأسبوع المقبل لا يمكن ستكون فرصة للناس الذين يريدون استغلون تذبذوبات في الأسواق المالية يمكن نشوف يعني 22-80 في اليورو يمكن نشوف 108-20 في الدولار اليين ولكن أي ذذب ذب يعني الإشي اللي يجب أن نراقبه اليوم الحركة المهمة مش بالفوركس مش بالعملات ولكن بالأس ام بي يعني لازم نعرف الأس ام بي أنه ماذا حدث أنه في الداو جونز والأس ام بي الارتداد القط الميت الهرة الميتة dead cat bounce أنه بعدما شفنا ارتفاع الأسبوع اللي فات في الأسواق المالية يوم الجمعة لما أتت أخبار روسيا وماذا حدث في تدخل روسيا أتت بنفس الوقت يعني زواج التحليل الأساسي مع التحليل الفني حصل يوم الجمعة دوجي كاندل قمت في 25350 في الداو و2740 بالأس ام بي أتت قمة مهمة والسؤال أنه هل سيكون هناك زيارة مجددة للقاع مش تعل الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله والناس اللي بيحبوا بالتحليل الفني النفس الإشي اللي عم بيحدث الآن القفزة هذه رأيناها في أغسطس 2015 وفي يناير 2016 فهذه هي المخاطرة إذا باول رح مازال يصر على رفع رفع الأسعار الفائدة 3 مرات وأربع مرات والييلد عائد العشر سنين لا ينزل تحت تحت 2.77 أعتقد أنه رح يروح إلى 3% ولكن ليس أكثر من 3.3% فهذه ستكون تسبب يعني شوية نوعا من المخاطر للبورسات إذن لنبقي أعيننا على هذه المعطيات والحدث الأبرز أسبوع المقبل وهو شهادة الأولى لباول حاكم الفدرال الجديد شكرا لك أشرف العادي رئيس تنفيذي شركة انتر ماركت ستراريجي مباشرة من لندن